اشتركوا في القناة والطيور البرية المغردة وفي هذا الفيديو ان شاء الله سوف اوضح لكم عن طريق التزاوج الحسون في القفص بما اننا داخلين على موسم تزاوج الحسون يجب ان نعرف بعض المعلومات المهمة التي قد تفيدنا في موضوع تزاوج الحسون في القفص لكن كثير جدا من المربين الجدد اهوات تربية الطيور وخاصة الحسون يحاولون انتاج الحسون في الاقفاص وهناك من يقول ان الطريقة لن تنجح لكن اليوم سوف اقوم بطرح موضوع يخص تفاصيل مهمة عن طريقة انتاج الحسون في القفص طبعا الحسون هو من الطيور التي تعيش في البيئة وفي الطبيعة ويصعب عليه التكيف مع العيش في القفص كما انه معرض للانقراض وخاصة في الدول العربية وهذا راجع للصيد العشوائي وخاصة في اوقات التزاوج هناك الان من الصيادين الذين يذهبون الان في الوقت الحالي لسيد هذا الطائر طائر الحسون واليوم باذن الله سوف اقدم لكم موضوع مفسر لطريقة انتاج هذا الحسون داخل القفص اولا بالنسبة لشرط تزاوج الحسون اول شيء هو اختيار الزوجين يجب اختيار الزوج الحسون وتكون فراخ صغيرة صغيرة جدا بدأت في الاعتماد على نفسها وتكون سليمة وسلالة نظيفة وثانيا اختيار المكان المناسب لان الحسون يحب الاماكن التي تطل على الطبيعة والاماكن الهادئة لهذا يجب اختيار مكان مناسب وبشرط ان يوضع القفص في اعلى الغرفة وان لا يكون المكان معرض للطيارات الهوائية ثالثا القفص يعتبر القفص من اهم الضروريات لنجاح عملية التزاوج ويجب توفير قفص كبير حجم ارتفاع وعرض الواجهة 50 سنتيمتر واكثر وبشرط ان لا تكون اشكال هذه الاقفاص دائرية اما ان تكون بالمربعة او المستطيلة ورابعا التغذية من المعروف ان الحسون يحب الاغذية الطبيعية اكثر من اغذية المحلات فطبعا يجب توفير اكل المحلات دائما بالقفص ولكن يجب ان تقدم له ايضا النباتات البرية حسب كل فصل من الفصول الاربعة وانا وضعت من قبل في الفيديوهات السابقة على القناة عن اهم وافضل النباتات البرية والاشواك البرية المفيدة للحسون والتي يعشقها طائر الحسون يمكنكم الاستفادة منها اما عن العش ومكان وضع العش فالعش يوضع في اعلى القفص وتدع فوق القفص بعض الاغصان من الاشجار مثل العرعار او الصنوبر او الصرو او الصفصاف لتخفي العش والهدف منه هو ان تحسس او تجعل الانثى تشعر وكأنها في الطبيعة وحتى تمنع الانثى من مشاهدة ما يحيط بالقفص من الخارج ولكي لا تشعر الانثى بالخوف اما بالنسبة لادوات بناء العش او بناء التعشيش يمكنك استعمال الخيوط والصوف او استعمال حشائش من الطبيعة وطريقة التزاوج عند الحسون تختلف طريقة التزاوج عند الحسون عن الكناري بحيث انك تبقي الذكر والانثى في قفص واحدا دائما منذ الصغر وحين تكبر وتكون قادرة على التزاوج تضع العش وكل المستلزمات التي ذكرتها لكم سابقا وتقوم الانثى ببناء العش وعندما يلاحظ الذكر الانثى تلف بالعش او تبني او تصنع بالعش يراقب حركاتها الجاذبة ويقوم الذكر حينها بالتغريد والتحضير للتزاوج ويقوم الذكر ايضا بتلقيح الانثى وتضيد الانثى من بيضة الى خمس بيضات وهذا العدد يكون عدد البيض يكون على حسب صحة وتغذية الانثى وقد تظهر بعض العوامل على الانثى التي تتزاوج لاول مرة مثل التعب والانتفاخ وخاصة وقت وضع البيض لكن لا تقلق اخي الكريم فهذا يحدث من اول تزاوج حتى انه في بعض الاحيان يحدث بعض الشجارات طبيعي بين الذكر والانثى ايضا هذا امر طبيعي طبعا هناك من لم يحالفهم الحظ في اول مرة نظرا لعدم خبرة الذكر والانثى في عملية التزاوج لكن باذن الله سوف تنجح في المرة الثانية وفي النهاية اتمنى من الله بان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو واتمنى ان يكون هذا الفيديو قد اعجبكم ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائد على الجميع وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد ولا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل اليكم كل ما هو جديد فيما يخص تربية وتزاوج الحسون ولا تنسوا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف اسفل الفيديو ولما لديه اي سؤال او استفسار يمكنه وضع في التعليقات اسفل الفيديو وان شاء الله سوف يتم الرد عليكم سريعا ولا تدخلوا علينا بتعليقاتكم المفيدة والله الموفق للجميع وشكرا لكم لحسن متابعتكم وجزاكم الله عني خير الجزاء وغفر الله لي ولكم ودمتم في امان الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة